مكملين بآخر فقراتنا من صباحنا غير ومع صناعة من الصناعات السورية المشهورة زينة بصناعة الصدف هي من الصناعات المشهورة والمعروفة من آلاف سنين وتحديداً بمصر وبلاد الشام وبرع فيها الفنانون بصناعة الصدف بطريقة ازهلت العالم وجعلته اكتر اهتماماً بهذه الصناعة وقد زاد حرص عليها خوفاً من انقراضها تتواجد هالمنتجات المطعمة بالصدف بكثرة بحياتنا اليومية منشوفها بالمساجد والكنائس ومداخل العمارات والكراسي المصنوعة من أشكال تراثية بعد انتشار الصدف المقلط بصناعة التصديف تشك العامة الأوية على انتشار المتجات الصدفية بالأوين الأخيرة لحديث أكتر عن هالصناعة وصناعة الصدف معنا السيد هشام أنتون الخبير بصناعة الصدف يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباحك خير يا رب أهلا وسهلا فيك سيد هشام بالبداية خلينا نحكي عن هاي الصناعة صناعة الصدف يمكن هلا نحن عادين على كراسي مصنوعة من الصناعة وطاولة من الصدف وكل شي صدف نحكي عن هاي الصناعة أكتر ونتعرف عليها بشكل مفصل أكتر هلا هي الصناعة الصدف من الصناعات المعتمدة على الفن بشكل أساسي بتعتمد على تشكيل لوحات معينة أو رسمات معينة وزخارف بتطعم بيكون الأساسة خشب وبيتطعم بمادة الصدف الصدف المعروف لدى جميع يعني اللي هو جاي من البيئة المائية سواء كانت بحرية أو نهرية فالصدف بيتم تنظيفه من الرواسط بتكون عليه الكلسية حسب البيئة اللي هو موجود فيها المائية وبينقص بطرق يعني يدوية وحرفية باليد بأشكال معينة باستخدامها كمان مكانات أو آلات بسيطة بنقص حسب الأشكال اللي بتكون ببال الحرفي أو الفنان لتشكيل هاللوحة وبتنجمع كلها وبيكون في عنا نوعين يا أما بتتلبس للخشب بشكل كامل بتغطي كل مساحة الخشب يا أما بنحفر على قد قطعة الصدف بداخل الخشب وبتنزل جوات الخشب وبيضل خشب بظاهر كمساحات شاملة كمان نعم خلينا نحكي عن المراحل بتمر فيك كمان طبعا القطعة طبعا اللي بدأتك تصدفها هلا يعني نحنا شعفين جايبين معك جايب معك كم شغلة بس هيك اللي تشرح شوي تماما هلا هون في عنا في عنا طبعا هون صارت مصلحة تانية قريبة من الصدف واللي هي الموزيق بتعتمد كمان بشكل أساسي للصدف هي توسيع للصدف بتعتمد هون الموزيق نحنا عنا على الألوان الخشب بشكل أساسي سبحان الله يعني كل نوع من الخشب والأشجار بتميز بلون معين مثلا الخشب ليمون بيعطي لون أصفر الكينة بيعطي لون أحمر فتم ابتكار المصلحة بالصدفة هاي المهنة انه بتنوع الأخشاب نشأت فكرة انه هاي الألوان هاي ممكن نحنا نشكلها بصورة معينة ورسمة معينة بتعطينا شكل جمالي وتتلبس للقطع اللي بناياها سواء كانت طاولة أو علبة أو ممكن أساس منزل يعني بشكل عام نعم واتطورت شوي شوي لوصلت لمرحلتنا الحالية فنحنا أول شي بنعتمد على الحصول على أنواع الخشب المختلفة حسب اختلاف الخشب بعدين بتيجي عندنا الرسمة اللي بتكون ببالي الحرفي أو الفنان هاي الرسمة بيجسدها بقى بالشغل بيقطع الخشب كعيدان معينة بزوايا معينة مدروسة نظاميا يعني وبتتجمع شوي شوي لتكون شيء أساسي بيقلوله النجمة من النجمة ممكن نحنا نكبر شوي شوي حسب الرسمة اللي ببالنا بتنعمل بهالشكل هاد اللي هو بنقل له أمايا نحنا وتسمت أمايا لأنه مننا هاي نحنا بتكون هلا متل ما هي هون أول شي رح تكون بالنهاية بتنقص على المكنة بتطلع هي عبارة عن شرائح تقريبا سماكة ميلي وبتتلبس على الخشب فبنقل له أمايا لأن مو منك ممكن منها نطلع بحدود المية قشرة بنسميها أو أكتر أو أقل حسب ما نحنا بحاجة لهالشي هذا يعني هي حتى إذا قصيناها بالطول محفورة نفسها؟ تماما رح تكون هي نفسها لأنه هي عبارة عن عيدان متلازمة مع بعض البعض هلا هون نحنا قصينا قشرة منهم لنوضح الفكرة أكتر هلا هاي متل ما هيين قصت منا هاي الشريحة بيطلع هون نفس الشي وممكن نحنا نكفي بهالمنوال هادا بهالطريقة يعني عن زدها حلوة أنا أولمر محفورة هي بعكس ما بتبين للوحلة لا أو أنه نفسها بتكون عتاليني تماما وهاي كمان نموذج آخر كمان نفس الشي مثل ما هون مبين الرسمة هي نفسها بتكون بالنهاية هي بعرها عن عيدان وبتنقص منها هيك شرائح وبتلبس للقطع اللي نحنا سام خلينا نروح نشوف هالإبداع عندك بالورسة أوكي يلا خلينا نشوف موسيقى يمكننا شفنا شوي من المراحل شرحت لنا بشكل سريع يعني طبعا هاي المراحل النهائية نحنا ما شفنا المراحل اللي انتو بتتعذبوا فيها شو أصعب مرحلة طبعا بالصدف بتطنيع الصدف هلأ بالنسبة للصدف بيجي أصعب مرحلة هي وإتقان المهنة هلأ بتختلف قطعة من قطعة حتى ماديا أوقات بتختلف بأسعار متفاوتة نتيجة دقة الحرفي أو مهارته هلأ مثلا الصدفة نحنا إذا بننزلها بالخشب بيكون محفور على قد الرسمة الموجودة كصدفة كقطعة الصدف هون بتيجي لصعوبة المهنة إنو بديكون الشغل تقني معمول بطريقة فنية ما فيها فراغات زيادة وبنفس الوقت تكون رسمة موحية لشي معين مو مجرد إنو جيبنا قطعة صدف وجمعناها مع بعضها وعملنا قطعة فهون بتفرق وهذا اللي بنقله نحنا روح الحرفي اللي بيحط فيها هو فنه أو روح اللي جواته بتميز يعني ممكن إذا إنسان زو خبرة بتفرجيه أكتر من قطعة معينة بيقلك هاي القطعة شغل الحرفي فلان وهي القطعة شغل فلان فكل شيء له بصمة هي روح الحرفي اللي بيحطها بالمهنة نعم هشام يمكن أغلب الهند ميد شفناه بشي صناعي أو بشي تقليده يعني منشوف مثل هالقطعة شي صناعية هي مائلة علاقة بس يمكن المنظر الخارجي فهي الصناعات اللي صارت منتشرة بأسعار كتير رخيصة لحتى يمكن تعكس الموزيك أو الصدف أو هكي قصاصة قدي بتأثر على الشغل اليدوي والتعب والجهد والتصاميم تماما هلا هي إلى تأثير كتير لدرجة أنه تأثير مدمر بيكون أحيانا للفنان الحقيقي هلا نحنا بالنتيجة إن كان الإنسان فنان أو مثلا ما عنده هالموهبة اللي بتخوله يحمل لقب فنان أو شي فهو بحاجة لا يعيش بحاجة لمردود مادي ليقدر يمشي أموره هون لعب التاجر هاي اللابة هلا التاجر ما عنده مشكلة إذا كانت قطعة فنية أو غير فنية عنده مشكلة إنه هاي القطعة قديش بدأ جيب له مردود مادي أو ربح مادي فهو صار يشجع الشي اللي ما له علاقة بالفن أو شي صناعي البحث اللي ما فيه هالروحي لأنه عبي جيب له إنتاج أكبر لأنه الفنان عبير ما يعمل قطعته الإنسان العادي ممكن يعمل عشر قطعة بهين لأنه مع بدأ بالتفاصيل وبالمهنة التاجر صار يهم هذا الموضوع لأنه عبي جيب له مردود تجاري أكبر مردود مادي أكبر وبالتالي انظلم كتير الحرفي اللي لساعتهم متمتع بالموهبة أو بالفن وصفه إنتاجه قليل ما عبي خليه إنه يكفي حتى السياحة كمان أثرت تماماً لأهون كان لازم يكون في عنا شوية ضوارة معينة من جهات معينة لحتى تضبط هالقصة هاي بس للأسف الحرفة بشكل عام ما بيكون أي حدا قدران يضبط هذا الموضوع لأن لازم يكون عنده خبرة بالأساس بهي الحرفة نعم فمسلاً المزاييك بغض النظر الصدف ممكن نلاقيه بك بعدة دول عربية تانية أو شرقية بالشرق تبعنا بس المزاييك بالذات مو موجود حتى بأي محافظة تانية هو حسراً بدمشق فقط يعني بالعالم كله ككرة أرضية كلها يعطى ما في غير دمشق المزاييك فهو يعني يعتبر سروة كتير كبيرة إذا بنهتم فيه بالمجال السياحي وفي كتير سياح المصلحة من أول ما بلشت اللي اخترع أو بتكرع فنان بلوله جورجي البيطار عن طريق الصدفة كان على أيامه هو تنقول هو عجيل معين على أيامه مثلاً طلب منه بابا روما بيوصل لعاشر أنه طلب منه قطعة معينة وعطاياها وصلت لروما في أحد أهم الكنائس بفرنسا طلبوه له حتى هو زيان الواجهة كلها تبع الكنيسة فهو عمل رسالة كتير حلوة للسوريا ودمشق بس حالياً بدك تقولي الشيء الفني تقريباً بالمهنة يعني شبه هندسار ولكن موجود وفي ناس لسا تحاول يعني يتحارب كل الظروف لتظل موجودة وأنت منه يا هشام هدول الناس يعني خاصة أنه هي المهنة هي جزء من تراث وحضارة سوريا وإن شاء الله هيك مثل ما قلت بيوصل صوتك يكون في ضوابط أيضاً تحمي كل حرفة سورية وفعلاً تقدر في النوع هاي المهنة أو الحرفة الوراثية شكراً لوجودك معنا شكراً لكم وشكراً لإصدافتكم وتسليط الضوء على هذه المهنة شكراً هشام وموفق يا رب وأكيد نحنا فخورين بحضرتك صغير بالعمر بالعادي الحرفيين بيكونوا يمكن كبار أو الأولاد ما كتير بيحبوا الحرفة يورتوها ولكن يمكن شب مثلك موهوب وعم يبتكر شيء مميز موفق يا رب شكراً لكم شكراً لكم